صباح الفل على أجمل آلوب نحتي مع بعض الشعرية ونستخ mitad خاطر من وصفه continue to feed prep 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 integrator رغم اننا هنشتغل على الشعرية لكن هنعملها بطريقة فخمة جدا وطعم وشكل حاجات بقى مفيش بعد كده هنستغنم اي نوع من الشعرية بنصد فيه عشان نقدر نبدأ فيه بالشكل ده استخدمي اي حاجة بتحبيها من الزيوت او الزبدة استخدمت طبعا جزء من الزبدة هعمل ثلاث اكواب من الشعرية وهو دي معلبة جازة على نار متوسطة عشان ما يتحرقوش مني لاني انا عايزة درجة الدهبي اللي هتشوفوها معي بالزبط مش عايزة ولا لون بني ولا لون فاتح لو سبت اللون بتاحها فاتح هتعجن معك ولو عملتها بني الطعم بتاحها مش هيبقى حالو زي اللون الدهبي انا جربت كل حاجة لازالك بديكوا اخر حاجة يعني اللي هي الصح الصح اول ما تحمريها وتاخد اللون الدهبي الحالو ابتدي ديف الحليب هتضيفي حوالي خمس اكواب من الحليب او على حسب نوع الشعرية لان فيه نوع من الشعرية بياغد حليب كتير والناس اللي بتعاني من المشكلة في الحليب تقدر تستبدله بالمية او بحليب جوز الهند عملناه الفيديو بيال طريق الحليب جوز الهند جوه من جوه القناه وكمان عملنا الحليب بتاع اللوس هاسيب لكم لينك بتاعنا جوه سندوق الوصف انا هنا بقى عشان ما انتوهش بعد ما انزلت بالحليب على شعرية انزلت معاه بالسكر ومعلاءة كبيرة من الفانيليا او ممكن تحطي معلاءة ونص لو هتعمل كمية اكتر وديتهم معلاءة بتجازة على نار تحت المتوسطة او هتحطيها على النار عالي عشان ما تتحرقش منك هعمل كريمة اللوتس هستخدم حوالي خمس باسكوتات او على حسب كمية اللي انت هتشتغلي عليها وانزل بنص معلقة من الزبنة معلقة ونص من العسل وحوالي ربع معلقة من القرفة هاسيب لكم برضو لينك الكريمة اللوتس جوه سندوق الوصفة عمالناه حلوة اوي تبارك الله ناس كتير اوي عملتها وشكرت فيها وبعدين هدخل بقى على السوس هاخد كوباية من عصير الفراولة الخيم هاتي اي فراولة الخيم عندك استخدميها عصوري كوباية وانزلي عليها بالسكر كوباية عصير يعني كوباية معلقتين اسمها سكر معلقتين كبار من السكر او البديل بتاعها عصر الحدي ما تلاقيها سويت وتوديها على البوتو جاز تغلي زي ما انت شفتها بالزبط كده اول ما حاجمها يوصل للنص روحي ضايفة معلقة ونص من النشا مع معلقة حليب ده وبيوما بقى وانزلي عليهم الحد ما تلاقي القوام بتاعهم تقل بالشكل ده سهل جدا الفيديو مش طويل خالص الشرح واضح ان شاء الله هنا كل ده انا مهدية على البوتو جاز عشان مش عايزة الشهرية تتحرق او تعمل كرامل هاخد اي نوع ملت شاكلة من ملك اللي هو الشوكولاتة اذا كنت بحب اللي هو بالحليب او بالدرك زي ما انا عايزة طبعا الاكلة ازواء انا استخدمت الشوكولاتة بالحليب عشان الولاد تحبها هبتدي اوزع بقى وزايف اكواف في علب المتواجدة عندك ومتاح عندك اشتغلها لي انا عن نفسي ما بدقاش قوي في الحاجات دي انا في النهاية بحب يبقى الاكل بتاعه حلوة كمان تقديم كويس فيها اوزع كميات اللي تناسب ولادي عشان ما حدش يديني حاجة لفت اوفر الياخد حاجة يخلصها هوزع بقى وهنا عملتي ملت على الشوكولاتة وخدت جوز اللي هان ده علبته جاز على نار هادية برضو خليت اللون بتاعه يبقى براون اول ما تشمي ريحته كده لازم ايديك فيه تحركي الحاجة اللي بتشتغلي عليها يبقى لونه لون بونية هنا بقى دي ما عملت ملت على الشوكولاتة هوزعها من فوق ممكن تخفيف الشوكولاتة ببسيط من الهافين هاف اللي هو الحليب عشان يفضل ملتي على طول وهنا وزعت جوز من الجوز الهين دي من فوق وبعدين كريمتي اللوتس وزبدة عفوان اسمها ايه السوس بتاع الفراولة وبعدين هبتدي بقى يعني اغير شكل الوشي من فوق من بالشوكولاتة بالفواكه ببسكوت اللوتس تقدر تستخدمي فيه ناس قالولي فيه بديل لبسكوت اللوتس مؤيافية انا في ظني ان القريب منه في الطعم هو بسكوت اسمه لوكس مش عارف ازا كان لسا شغال عندك ولا لأ يعني فاكرا زمان وقلت بحبه جدا لاني طعمه كان حلق وخفيف يعني ما كانش بيداقك وانتي بتاكله كان بيدوب بسرعة ازا كان لسا موجود مش عارفة بقى هاسيب جوا سندوق الوصف اللينك بتاع حليب اللوز واللينك بتاع حليب اللي هو جوز الهيند عشان الناس اللي بتعاني من مشكلة من الحليب من الحساسية وهاسيب كمان طريقة كريمتي اللوتس وهاسيب لك برضو كريمتي النوتلا عشان ممكن تستبدلي سوسيس شوكولاتة بالنوتلا اللي يعجبك الفيديو على قد ما قدر خليته صغير جدا عايز اقول تابوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيس هاسيب اللينك بتاعهم جوه سندوق الوصف وعايز اقول شكرا للي موجود معايا ودايما اني شجعني انجوي دي كانت رأيتنا النهاردة بحبكم السلام عليكم كان معاكم حبيبة